ناقشت قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في المخة مع مبعوث الأمم المتحدة هانس جراندبرغ الأوضاع الإنسانية والخدمية وخلال اللقاء الذي عقد بمقر المجمع الحكومي في مدينة المخة غربي تعز تعهد المبعوث الأممي بالعمل على إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية تفضي إلى وقف الصراع واستئناف الحياة الطبيعية وأعمال التنمية والإعمار وقال إن العديد من الانتقادات وجهت لدور الأمم المتحدة حول استمرار النزاع منذ سبع سنوات لكننا سنعمل على إنهاء النزاع من أجل تحقيق الاستقرار في اللقاء قدم مدير عام المديرية باسم الزريقي شرحا حول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة استهداف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران للمؤسسات وفي مقدمتها ميناء المخى الذي يتعرض للقصف بالصواريخ الباليستية التي كان آخرها اليوم وتطرق إلى إمكانية إسهام الأمم المتحدة في تفعيل الميناء لاستقبال المساعدات بهدف تقليل تكاليف نقل السلع وتخفيف حدة المعاناة عن محافظة تعز والمحافظات المجاورة ودعم القطاع السمكي والمشاكل التي تواجه المزارعين جراء الألغام التي زرعتها الميليشيا بالإضافة إلى دعم النازحين وقطاع المياه وتأهيل الطرق الرئيسة وتأتي زيارة جراندبورغ إلى البخى في سياق جهوده التي يبدلها لمحاولة إيجاد مخرج للحل السياسي في ظلم تعنت وتصعيد الميليشيا الحوثية في مارب ومحافظات أخرى واستمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في الساحل الغربي